انت تقدر ايوان تقدر عاللي نفتكره وأكتر ولو جبال صعب تدوب مهما كان لا انت أكبر انت تقدر ايوان تقدر عاللي نفتكره وأكتر ولو جبال صعب تدوب مهما كان لا انت أكبر بسم الله ابو الابن والروح الكدس الان واحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان و الى الابد امين اهلا وسهلا بحضراتكو في بردنامجكم انت تقدر وحلقة النهاردة هي الجزء التاني عن الأذن الروحية نبتدي نتكلم فيها بنعمة ربنا الأذن ايضا الروحية احبائي تصغي لوصايا الله عشان كده في خلوق 15-26 يقول ايه ان كنت تسمع لصوت الرب الهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما وضعته على المصرين لا اضعوا عليك فاني انا الرب شافيك يعني لو الانسان بيسمع لصوت ربنا وبيصغي لهذه الوصايا ربنا يبتدي يحميه من حاجات كثيرة جدا الأذن الروحية تصغي لوصايا الله الأذن الروحية ايضا احبائي تصغي لصوت الحكمة يقول في امثال اتنين حتى تميل اذنك الى الحكمة وتعطف قلبك على الفهم انسان اللي عنده اذن روحية بيصغي الى صوت الحكمة يجي كده عنده مشكلة معينة يلاقي واحد كبير في السن انسان حكيم يقول له خلي بالك يا ابن من كذا حاضر اسمع يجي ابا اعترافه يقول له خلي بالك من كذا ما تعملش كذا يقول ايه يقول حاضر انسان عنده اذن روحية يصغي الى صوت الحكمة الحكماء دول محتاجين ايه اذان صاغية مش كده يقوله مثلا واحد لما يجي تكلم يقولي كل اذان صاغية ياريت الانسان يبع عنده اذان صاغية ايه لصوت الحكمة الأذن الروحية تصغي لكلام المعرفة لما يلاقي حاجة فيها معرفة وبيتعلم حاجة جديدة وفيه حاجة بتفيده يعمل ايه يسمع كويس يقول في امثال 23-12 وجه قلبك الى الادب وازنيك الى كلام المعرفة قلبك يبقى متوجه ناحية الادب وودانك ايه لكلام اللي فيه ايه فيه معرفة عشان كده احبائي الانسان اللي بيسمع لكلام المعرفة دايما ينمو الانسان بينمو لما يبقى انسان اذنه بتقدر تسمع صوت المعرفة تلاقيه دايما ايه بينمو عشان كده احبائي سماع الكلام اللي هو بلا هدف بيوقعنا في مشاكل لما واحد كده عمال يسمع اي حاجة ايه المشاكل اللي ممكن تحصل له يقوله ان الكلام اللي بلا هدف بيضيع الوقت يقول كل كلمة بطالة ستعطونا عنها حسابا في يوم الدين يعني ايه كلمة بطالة يعني كلمة بلا هدف كلمة مش مهمة كلمة مش بتبني كلمة ليست مملحة بملحة فتبقى كلمة ايه كلمة بطالة طب دي تعمل ايه تضيعك وقتك الكلمة دي كنت ممكن عملت فيه حاجة ايه حاجة تانية مهمة الكلام اللي بلا هدف بيكلفنا متابعة الحديث بتخسر جهدك وقتك لما تقعد تسمع في كلام مش مفيد انت بتجهد انت فيه طاقة عندك انت شحنت البطارية بتاعتك الصبح البطارية ضعت في ايه في كلام بلا هدف الكلام اللي بلا هدف بيشوش على ازهاننا واحد ايه بيسمع كلام مش مفيد يعمل ايه بيشوش على ازهانه بيسبب ضعف روحي تلاقيه لسه مصلي بس قاعد يسمع على الكلام مش كويس الصلاة ايه راحت فوائد الصلاة راحت فوائد الكلمة الروحية راحت يبقى ما تشوشش على الحياة الروحية بلا انت تسمع كلام غير ايه غير روحي مش كده احد الاباء كان يقول لولاده في الرهبانة ايه بعد القدس ايه فروا فروا اجروا بتقعدوش تتكلمه وتسمعه كلام غير روحي وغير مفيد يشوش على الحياة الروحية اللي هي فيكم برضو بعض الناس بتتشجع على سبيل المجاملة ان لما تسمع كلام غير نافع تبتدي ان هي ايه تكمل معاه واحد يبقى بيسمع كلام مش كويس وبعدين عشان يجامل فلان فيضطر انه ايه يكمل معاه في الاسلوب ده فيقع ايه يقع في خطايا خلي ودانك بتسمع حاجات كويسة وبتميز وتقدر ان هي ايه عن طريق هذا التمييز ان هي تعيش حياة روحية طيب مميزات الازن الروحية ايه رقم واحد تمييز صوت الله يقول ان سمعتم صوته فلا تقصوا كلوبكم الازن اللي متعودة تسمع صوت ربنا بتبقى حساسة اوي ناحية صوت ربنا يقول خرافي تسمع صوتي وتتبعني الانسان اللي هو ودانه متعود على صوت ربنا بيقدر يسمع صوت ربنا ويميزه الازن الروحية مميزاتها ان هي مختومة ومخصصة لله صارت مخصصة لسماع صوت الله لشان كده كان زمان لما يبقى في عبد والعبد ده عايز يعيش مع سيده كان يعمل ايه يقول كده كان يثقب ازنه ويخدمه الى الابد يخلي ودانه ايه مذكوبة ويعيش معاه الى الابد بقى هذا الانسان ايه ملك ايه لسيده الازن الروحية مميزاتها ان هي طاهرة ومقدسة كان الكاهن في العهد القديم بياخذ من دم الكبش ويبتدي ايه يسكب على الازن اليمنى لتصبح طاهرة ومقدسة يجيب على الشحمة بتاعت الازن التحت دي ويبتدي بهذا الدم ايه يبتدي ان هو يمسح بهذا الدم فتصير ازن مقدسة في العهد الجديد بنعمل ايه زيت الميرون بيترشم 36 رشمة على اجزاء الجسم كلها ومن ضمنها ايه الازن عشان تبقى ازن ايه روحية الازن ايضا مميزات الازن الروحية ان هي مصغية او صفاتها ان هي مصغية فزي ما كان صمائيل النبي ربنا بيكلمه مقدرش ان هو يسمع صوت الله الا لما قال ايه تكلم يا رب فان عبدك ايه سامع في اللحظة دي قدر ان هو ايه يتكلم مع ربنا زي ما قاله مين زي ما قاله عائل الكاهن تكلم يا رب فان عبدك سامع يبقى من صفات الازن الروحية ان هي ايه مصغية طيب زي ما فيه امراض للجسد بتصيبه كمان الازن الروحية او الازن عموما ممكن فيه امراض تصيبها ايه هي رقم واحد الطرش الروحية يقول كده في امثال تمانية وعشرين تسعة من يحول اذنه عن سماع الشريعة فصلاته ايضا مقرهة فيه انسان ودنه مش بتسمع لما يحول اذنه عن سماع الشريعة مش عايز يسمع ايه اللي يحصل صلاته تبقى مرفوضة كل ما صعب لقى واحد طول اليوم عمال يصلي بنا مش بيسمع ليه لان هو ايه بحول اذنه هذا الانسان بيتجاهل سماع كلمة الله لانه ودنه مش عايزة تسمع صوت ربك ويقول في امثال واحد وعشرين تلاتاشر من يسد اذنه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب لو انت ودانك بتسدها وقالها كده يسد اذنه عن سماع صوت المسكين هو كمان يصرخ ومحدش ايه بيسمع نقطة اللي بعد كده من ضمن الامراض السامعة الروحية المسامع الثقيلة احنا قلنا الترش الروحي رقم اتنين المسامع الثقيلة انسان ودنه تقيلة بيسمع بس ودنه تقيلة يقول كده في الكتاب المقدس لان قلب هذا الشعب قد غلزة وآذانهم قد ايه ثقل سماعه ودنهم ايه بقت تقيلة ويقول ايضا في زكريا سبعة فأبوا ان يزغوا واعطوا كتفا ومعاندة وثقلوا آذانهم عن السماع ودنه بقت تقيلة انسان ما عندوش الحساسية الروحية في اذنه فبقت ودنه تقيلة يسمع حاجة ويفوت حاجة مش كل الكلام بيأثر فيه مش كل الكلام بيغيره خلي بالكم من ايه المسامع الثقيلة رقم تلاتة المسامع المتبلدة يقول كده في تمساو ستاني اربع لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون عن مسامعهم عن سماع الحق وينحرفون الى الخرافات انسان ودنه بقى ايه متبلدة فيه تبلد متقصية من كتر ما هو عارفين يقول انسان ساعات يجيب قطنة كده ويقعد يحط قطنة في ودنه فايه يقعد يحك ودنه فاودنه تتعود على ايه على الحق كده ففيه انسان بيسمع الحاجات اللي بيحبها زي ما بيجيب قطنة ويقعد ايه يحطها في ودنه ويحك ودنه كده لكن سماع صوت الحق ده ما يجيش ايه ما يجيش على باله فعنده تبلد انسان فيه انسان عنده متبلد روحيا عنده تبلد روحي ساعات الودان يحصل لها ايه تبلد روحي عشان كده كمان فيه برضه من ضمن الامراض انه فيه مرض المسامع المشوشة يعني انسان ودنه بقى ما بقتش يتميز خلاص ما بقاش عارف زي ما انسان تبقى الجهاز المناع بتاعه مشوش عنده مشكلة فيعمل ايه بعض امراض المناع انه الجهاز المناع نفسه يضرب الجسم يحسبه انه عدو ليه يفتكر ان الكلى دي عدو ليه فيحاربها ويدمر الكلى هو الجهاز المناع بيعمل كده في جسده وبعد امراض الروماتويت كده تلاقيه بيهاجم المفاصل نفسها الجهاز المناع نفسه هو اللي بيهاجم المفاصل وهو اللي بيدمر المفاصل ليه عنده تشوش ما بقاش عارف حبيبه من عدوه فكذلك الأذن المشوشة إنسان مش عارف يميز بين صوت ربنا وصوت العالم ما عندوش الحساسية الروحية ليه نتيجة إنه كل حاجة عنده ماشي زي إيه زي الأرض اللي هي الطريق زي ما كان لسال المسيح بيتكلم على مثل الزارع الناس بتعدي على الأرض دي يمين وشمال وغرباء وأحباء وأقرباء فما بقاش إيه ما بقاش فيه تمييز فما تبقاش أذنك إيه مشوشة خلي بالك اسمع صوت ربنا وميزه ونصلي دايما إن يكون عندنا إيه الأذن الروحية ربنا يدينا وديكم إيه عمق حبائي لأنه نهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين أقدر أيوان تقدر على اللي نفتكره هو أكتر ولو جبال صعب تدوم مهما كان لأ أنت أكبر أنت تقدر أيوان تقدر على اللي نفتكره هو أكتر ولو جبال صعب تدوم ومهما كان لأ أنت أكبر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة